ريناوي البداية معك هديل من بيروت أي تحديثات جديدة حول الهجوم في الصيدة واستشهاد القيادي العسكري في حركة حماس نعم جمال كما أفادت وكارة الأنباء اللبنانية عن استشهاد شخص وجرح اثنين آخرين أحدهما يحمل جنسية لبنانية وآخر فلسطيني في الاستهداف الذي نفذته مسيرة إسرائيلية بصاروخين تحديدا هذا الاستهداف كان عند دوار الحسبة المعروف بدوار الحسبة والذي يبعد أمطار قليلة عن مدخل مخيم معين الحلوة في مدينة صيدة هذا الاستهداف للقيادي في حركة حماس سامر الحاج والذي أصدرت حركة حماس بيان نعت فيه سامر الحاج الذي تم استهدافه اليوم من كان الجرحة كانوا في محيط السيارة وتحديدا كان يعملان في محطة الوقود المجاورة لمكان الاستهداف وكما أفادت المعلومات سامر الحاج كان متواجدا في المخيم وعند خروجه في سيارته تم استهدافه مباشرة بصاروخين بمسيرة إسرائيلية هذا الاستهداف الذي يعد هو الأكثر عمقا في الاستهدافات التي نفذت في مدينة صيدة هذه المدينة التي تعد بوابة جنوب لبنان تبعد عن بيروت 40 كيلو مترا وعن الحدود الجنوبية 50 كيلو مترا عدة استهدافات سابقة كانت في مدينة صيدة لكن كافة الاستهدافات السابقة كانت في محيط المدينة وليس في القلب المدينة والأماكن المقتضة هذا الاستهداف اليوم في منطقة تجارية سكنية مقتضة جدا على بوابة أو باب المخيم الذي يبلغ مساحته كيلو متر واحد ويحتوي على أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين هناك خصوصية لمدينة صيدة ليس فقط أنها المدينة الرئيسة في الجنوب بل هي تحتوي على أكبر عدد من المخيمات للاجئين الفلسطينيين على سبيل المثال مخيم عين الحلو الذي يسمى بعاصمة الشتات الفلسطيني ومخيم المية والمية ومخيم البص هذا الاستهداف ليس الأول من الاستهدافات التي يتم فيها استهداف قادة وعناصر لحماس كان هناك استهداف سابق لصالح العروري في الضحية الجنوبية وعدة استهدافات لعناصر من حماس هذه كتائب القسام كانت قد أعلنت عن انخيراتها في الجبهة بالمشاركة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ومن تم استهدافهم كانوا ممن انخرطوا في إطلاق هذه الصواريخ من السهول المتواجدة من سهول جنوب لبنان أكثر من 19 شهيدا حتى الآن من عناصر حماس بالإضافة إلى عدد من الشهداء الذين يتم اختيالهم واستهدافهم بشكل يومي ملاحظ جمال أنه في الآوينة الأخيرة وتحديدا منذ اختيال فؤاد شكر لا يمر يوما دون تنفيذ اختيال وغارات بغرض تحقيق استهداف قادة وعناصر سواء كانوا من حزب الله أو من حماس بالإضافة إلى استهداف حول الخطة اللبنانية التي عدتها الحكومة خطة طوار أتحسبا لأي هجوم محتمل إسرائيلي جمال هذه الخطة اليوم أعلن وزير الخارجية بعد اجتماع مع رئيس الحكومة عبدالله أبو حبيب أعلن أن هذه الخطة التي سترسل في رسالة للسفرات في لبنان وهي خطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الجنوب على المدى البعيد تركز الخطة على الدعوة لتحقيق الأمن والاستقرار وتأكيد على أن الاختيال الأخير والاستهداف الأخير الإسرائيلي في الضحية الجنوبية هو الذي يؤكد عدوانية إسرائيل وخرقها للقانون الدولي والمعاهدات الدولية الخطة للحكومة اللبنانية قالت أن الهدف الرئيس دعت إلى تحقيق أو تنفيذ القرار 1701 بأنه هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب اللبنان الذي من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار في لبنان عموماً بالإضافة إلى دعم خطة وقف إطلاق النار في غزة التي من شأنها أن توقف التصعيد في الجنوب وذلك في الإشارة إلى جبهة الإسناد تأتي هذه الخطة مع دعوات كثيرة ومتعددة من السفارات والدول لرعاياها لمغادرة لبنان آخرها اليوم السفارة الأمريكية في بيروت طالبت رعاياها بحجز أي تذكرة متوفرة حتى لو لم تكن هذه التذكرة تناسب وجهتهم في تأكيد على ضرورة مغادرة لبنان وطالبت ممن يرغب بالبقاء بتجهيز خطة طوارئ للبقاء لفترة زمنية طويلة هذه النماس من بيروت جوز الحاشخوري من مرد